أعذريني هي كلمة لوم ودائما أقولها وأنا قلتها أيضا للمستشار ونحن قادمين إلى القناة أن بالرغم من قرب هذه الدول بجانب مصر إلا أن هناك قصور لدى العديد من النخب في الحبيبة مصر وفي لدى الإعلاميين في مصر تجد النخب في مصر سواء سياسية أو إعلامية تعلم ما يجري في واشنطن وما يجري في لندن ولا تعلم ما يجري في طبرة بالنسبة لهذا البرنامج نحن مهتمين بالشأن الليبي بشكل مكسف ولا تعلم حيثيات الأمور نظرا لابتعاد الآلة الإعلامية المصرية الفترة الماضية عن جارتها ليبيا وهنا الدعوة للجميع أن يسلط الأذواء عن ما يحدث غربكم عن ما يحدث لدى أشقائكم في ليبيا نعود إلى سؤالك ما يحدث هو ليس لا أتفق مع سيادة المستشار وليس على الهوية ما يحدث هي نتاج حرب سياسية قائمة بالفعل نحن كلنا نعلم أن منذ انطلاق عملية الكرامة ومنذ التفاف القبائل الليبية حول نواة الجيش الجديدة التي يقودها اللواء خليفة حفتر وإعلان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي علنيا أن مصر تدعم مجلس النواب المنتخب وتدعم الجيش الليبي في حربه على الإرهاب زادت وتيرة هذه العمليات الانتقامية في الأشهر الماضية أي أن هذه العملية التي استطاعت أن تحرر بنسبة 98% أكبر مدن ليبيا في الشرق وهي مدينة بنغازي ولم تستطع دول العالم متفقة في 40 دولة في حربها على داعش في العراق وفي الشام إلا أن الشعب يعني حيث شايف أن هذا الاستهداف هو استهداف للمصريين كلهم بشكل عام على خلفية تأييد مصر أجل ودعينا نقول من نفذ هذا من نفذ هذا في ظل دولة سمح المجتمع الدولي وتحت أنظار المجتمع الدولي ولا يزال اليون مندوب الأمم المتحدة في ليبيا يجد الأعذار لهذه الجماعات ويريد إقحامها في حوار مع الجيش ومع السلطة الشرعية خلينا نقول لفهم هذه النقطة فاندم يعني استبعاد البعد الطائفي بشكل تام في ظل وجود جماعات متطرفة أعلنت ولاقها لداعش بتعادي أصحاب الديانات الأخرى بتعادي حتى المسلمين الذين لا يلتزمونا بتعالمهم يعني هل من الصواب استبعاد البعد الطائفي بشكل تام في الموضوع أنا أستبعده كل البعد لماذا؟ لأن عندما ننظر إلى الإحصائيات أكثر قرابة الألف ضابط وإعلامي ومثقف وسياسي قد تم اغتياله وقطع رأسه من قبل هؤلاء الدواعش من الشعب الليبي الآلاف من الناس قتلوا وشردوا على أيدي هؤلاء الدواعش إذن هؤلاء لا يفرقون بين مسلم وبين مسيحي أيضا لماذا استهداف المسلمين المسيحيين بينما أنا أؤكد لك أنه يوجد مسيحيين من أوروبا ومسيحيين من آسيا توجد عمالة في البنية وتوجد عمالة كورية وتوجد من شرق آسيا ويوجد العديد يوجد هناك البنغلاديش منهم مسلمين وغيرهم ويوجد هنود أيضا بوذيين في ليبيا هذه أيضا ضف على ذلك المسيحيين أفريقية لماذا لم يتم استهداف؟ وهم يضهون الأعداد نحن نعلم أن ليبيا مثلما لديها حدود مشتركة مع مصر لديها حدود مشتركة مع النيجر ومع تشاد أيضا يوجد مسيحي للأفارقة لماذا استهداف هؤلاء وفي هذه المرحلة بالتحديد؟ إذن نحن أيضا كيف نصنف من قتل في ظل إذا أتينا إلى نسب هؤلاء الدواعش موجودين في ليبيا تجدين أن النسبة الأولى هي لأهل البلد الليبيين يليهم بعد 30 يوليو وانتفاضة 30 يوليو في مصر يليهم في العدد وهم قرابة 12 ألف هارب من مصر هم المصريين يليهم في العدد أيضا التوانسة ثم الجزائريين وصولا إلى الأفارقة ووصولا إلى الأفغان في ظل هذه الفوضى وفي ظل هذا التنظيم الذي لا يؤمن بالوطن لا يؤمن بليبيا هو خليط من جميع أجناس العالم من هو الذي نفذ هذه العملية ودي نقطة نحاول نحن